اهلا من كل حضراتكم مرة تانية الفقرة بيحة نتكلم من خلالها في موضوع اعتقد المهم كتير جدا 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 من الاهالي اولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين وحاسين ان اولادهم دول عندهم مشكلة ما في قوة الشخصية ما عندهمش قدرة على الرد ما بيعرفوش يسجلوا موقفه في بعض الاحيان ما بيعرفوش حتى يدفعوا عن نفسهم فبالتالي بينتج عندها مشاكل يومية بيتعرض لها ولادهم في المدارس في الثقات العمرية المختلفة تعالوا نتكلم عن دور الرياضة بقى في التفصيلة دي الرياضة وانا عكاستها على فكرة تعزيز الثقة بالنفس موضوع اعتقد ان هو في المنتهى الاهمية تاني نرجع ونقول خصوصا وان كتير من الاهالي عندهم مشكلة كبيرة في هذا الاطار تعالوا نفتح الملف ده ونعرف تفاصيل وإيه من خلال ضفتنا العزيزة اللي حتنورنا في هذه الفقرة وخصوصا هي طبعا متخصصة في هذا الامر منورانا ومشرفانا لو استاذة اماني عبدالعيل اخصائي نفسي اكلينكي بجامعة اين شمس صباح الفل على حضرتك وآهلا بيكو صباح الحالة يعني انا عادة ما ببديش رأيي في الضيوف بس يعني انا عاجبني الستايل جدا رجل ما خليك لا لا بداية زيدة والله انا بحضر دال المرة القول وعالنا باني برضو خلتين ناس بتجلنا برضو ما يقلوش عن حدثك ومشرفين علينا متقامين بس هي انت اللي نلتي اللي اشترك لا بجاعد ان نورانا ساذة اماني سي عليك الحلوة طبعا جدا للصبح وملافه مهم جدا وحبدأ من فكرة هنا ان دايما ان احنا صغارين نسمع رياضة مهمة لتعزيز الثقة بالنفس واللي هي بتحسن المود والنفسية والحاجات دي كلها في ناس لحد اللحظة دي ممكن يبقوا عايشين 20 30 40 سنة ومش مصدقين ان الرياضة بتعمل كل الفوايض دي فممكن نبدأ من النقطة دي للناس بتقولك انتو بتقولوا اي كلام علشان بس تشجعوا الناس على الرياضة لكن ما فيش الكلام ده ما بنحسوش حتى ايه السبب؟ طيب خلينا نقول اصلا ان الرياضة انتي دي بريسنت وانتي انجزيتي طبيعي مضادة للإكتئاب مضادة للقلق طبيعي يعني من غير ما ياخد دواء لو انا عندي قلق عالي لو انا عندي توطر عالي لو انا بتعرض لضغوط شي دي ده وابتداد ادخل في حالة كتئابية فالحقيقة ان المخ بيعمل حاجة لطيفة جدا لما ببتزي امارس الرياضة بيفرز لي مادة الاندروفين والمادة دي بتخليني اكتر راحة اكتر سعادة فبكون اكتر استقرار لان وقت الضغوط زي مثلا انتحانات انتحانت السنوية العامة يعني اقرب حاجة احنا لسنا مرين بها والنسيجة وحاجة كانت صعبة جدا حقيقة فالوقت ده الاهالي والاولاد بيكون عندهم قلق وتوتر شديد وعالي جدا فاللي بيحصل ان دي مشاعر والحياة من المشاعر والانفعالات ليها وظيفة هي بتنبهني بتقولي اركز ده انت عندك انتحان الصبح يالله ذاكر انت عندك انترديو بضمير بزاق وكل احد بضمير ايوه الوجد الوجد دي ناس ما عندهاش يعني احنا عايزين يوجد بس بشكل لطيف بشكل كويس لحد ما هو يكون ده فعالية للانجاز دي حاجة حلو ضد لكن لما يزيد عن حده بقى يقلب ضده تماما ويدخل في دوامة جهيرة جدا توطر وتقاب وعدم ثقة بالنفس والكلام بالزبط فالفكرة انه القلق والتوتر لما بيزيد والخوف بيزيد بزيادة فالحقيقة ان الوقت ده اللي بيحصل فيه كده بنتخالي ان الجزء اللي في النصف تبتع المشاعر هي بوابة البوابة دي بتقعد تفتح تفتح قوي فتعطل الجزء الامامي للمخ اللي هو مسؤول بقى عن القرارات وان هو يفكر فالجزء الكورتكس اللي في الوش ده يتعطل وتبتدي المشاعر هي شغالة بس فيه تفاعلات كميائية حالك عادي تقولي هذا بالزبط الله ينور عليك فاللي بيحصل الوقت ده التايم ده انا بكون متعطل فيجي الولد عنده امتحين بعد يومان انا مش عارف اذكر انا من كتر القلق والخوف اللي بيجوا العيادة لا مش كمان صح ناس تقولك انا مش عارف افكر انا مش عارف اتصرف انا خلاص مخ يوقف صح هو فعلا ده اللي بيحصل وفعلا مخه بيقف لان الجزء الامامي بيوقف تماما وبقبت المشاعر هي المفتوحة على الاخ الرياضة بقى ليها دور فعال جدا في انها الحاجات الهرمونات اللي بتتفرز كورتيزون بقى والادرينالين لانه المخ مش بيبقى مفرق ما بين هو فيه خطر دلوقتي ولا لا انا شايف الجسم في حالة تأهب ودلوقتي متوتر فانا بفرز ده هرمونات تخليه يقدر للقر والفر زي مثلا دلوقتي هعدي الشارع فعربية جاء بسرعة فلازم فيه سكر يتحرق ورمونات تتفرز عشان هقدر أعدي بسرعة عندي دخل علينا حرامي دلوقتي لو احنا ما عندناش قلق وتوتر هنقعدوا جنبنا لو الفرد خلده حتى عنده بس اعتلنا ما سبناهوش بس دي بتحصل هيدوري كله ورمونات باعتم بأفرزها ولا اللي شوفتو هتلاقي سوعة سرق رهوان في الوقت ده هديكون ساعتها للمونات دي مفيدة لكن لو في التوقيت ده أنا مش قادر إن أنا معديش الخطر والأفكار بس السلبية واكترار الأفكار دي والأفكار هو اللي ما عطلني فأنا مش محتاجها فالرياضة بفرغ فيها هذي اللي فعلت فتفضي ده طب ده على صعيد الالطاقة الفيسيولوجي لكن على صعيد بقى تكوين الشخصية بالضبط المراحل السنية السويرة ليه دايماً بيتقال كتير من الأهالي إن الحل الوحيد لمشكلتك أياً كانت نوع من مشكلته إيه مع ابنه إنه إلعب رياضة تمام هو جزء من الحل يعني دايماً الرياضة يعني تلات تربع البرامج النفسية بنلاقينا بننصح الأباء والأمهات عنده مشاكل سلوكية عنده ADHD عنده فرق خارجة عنده نو سلف كونفدنس ولو سلف استيم ثقة نفسه قليلة وتقدير زيت قليل بنعمل إيه؟ بنقول لها لأ ده محتاج يدخل رياضة الرياضة بقى ليها عوامل كتير قوي مهمة في السن ده أول حاجة بتعلمه أنه هو ينصق لأن فيه قوانين فيه قواعد كل لعبة بتحكمها قواعد وقوانين وفيه مدرب بسمع كلامه فيه تعاون ما بين الفريق كله خاصة الألعاب الجمعية تكون مفيدة جداً للأطفال في السن ده بيتحمل المسئولية كمان بتزود اللي انتباهوا التركيز لأن احنا قلنا أن هي هتفرز كمان مواد هتخليني أكثر هدوءاً وراحة فبالتالي هكون أكثر صفاءاً زهنياً وهركز أكثر ترجمة نانسي قنقر